أكد القيادي في تحالف القرار أحمد لمساري أن قرار مجلس المفوضين بإعادة العد والفرز اليدوي في المراكز التي وردت عليها شكاوى وتقارير مخالفة صريحة للقانون ونطالب بتصحيحه وقال لمساري أن قرار مجلس المفوضين الأخير كان مخالفة صريحة لقانون التعديل الثالث وخاصة بالمدى الأولى منه بإعادة العد والفرز يدويا ولكل مراكز ومحطات العراق والغاء العد والفرز الإلكترونية وضف نحن بصدد الطعن بمحكمة التمييز لها القرار